وهذا هو النادي الاهلي وقعنا في المباراة السابقة بكرة هتشوفوا حاجة تانية بكرة هتشوفوا فريق تحسوا ان المجموعة اللي بتلعب دي حتى لو هم هم هتقول ايه ده و ايه اللي بيحصل هتلاقي الكل مركز ان هو يحرز اهداف هتلاقي الكل مركز ان هو يكسب الثلاثة نقاط لان هو ده المهم ايه اللي هيحصل بكرة مش عارفين دايما احنا بما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنقول ان فيه تلات نتائج بتحصل اللي قدر الله هزيمة يتعادل يا مكسب النادي الاهلي دائما بيسعى للمكسب لكن ايه اللي هيحصل بكرة حد دينا هنشوف انا اللي متأكد منه بالمكالمات اللي الواحد عملها لا الناس كلها مركزة في مباراة بكرة ويوم السابقة اخدينها مع بعض كده معرفش بقى تحسبها ازاي تعملها ازاي تقول يا سلوما مركزين في مطش بكرة سوري مركزين في مطش السابقة فمش مركزين لا مركزين في المطشين مع بعض هم الناس بتفكر كده يقولوا لجمهورهم ان هم ان شاء الله المباراة بتاعت بكرة ومباراة يوم السابقة يصلحوهم بشكل مبدئي بس يصلحوهم بشكل مبدئي على الهزيمة الخاصة بسونداونز وبالتالي خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل بكرة في هذه المباراة الصعبة جدا وما تنسوش ان دايما انا بقول الكلمة دي دايما نتائج المباراة تلاتة مش واحدة مكسب تعادل هزيمة اي مباراة في العالم احنا اتنين فريقين رايحين يلعبوا ضد بعض تبقى نتيجهم كده فخلينا ننتظر لبكرة لكن انا متأكد مليون في المية ان الاكتهاد هيبقى واضح جدا جدا التركيز ان انا جيب اهداف لان فيش حاجة اسمها ان انا اعمل اتنين وعشرين ولا تلاتة وعشرين اوفر من ناحية المين ومن ناحية الشمال ومعرفش اجيب منهم جون تزعل انا لو انا بلعب حزعل فلعبت النادي الاهلي انا متأكد ان هم مركزين فقط في المباراة بتاعت بكرة ان شاء الله ومباراة يوم السبت القادم طيب زي ما حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي بكرة بقى في المركز حيخش هذه المباراة وهو في المركز الثاني برسيل اثنين وعشرين نقطة الفريق خد تامن مباراة فقط بينما بيرامدز اللي في المركز الاول برسيل تلاتة وعشرين نقطة خد تسع مباراة زي ما حضراتكم عارفين بقى وخلينا نتكلم عن المباراة مباراة مهمة انا فريق محترم بالمناسبة بيضم مجموعة محترمة جدا فريق فاركو بيضم مزيج من عنصر الخبرة وعنصر الشباب اتنين مع بعض عندهم مدير فني مجدي عبد العاطي واحد من المديرين الفنيني اللي بيكتبوا اسمهم بحروف من زهف في الدورة العام المصري هذا الموسم خد فاركو من الدرجة التانية وطلق بيه للدورة الممتاز فعايز يعمل حاجة كابت المجدي عايز يعمل حاجة وقدام البطل قدام تالت العالم وقدام صاحب اكبر عدد من الحصول على بطولة الدورة محدش يفتكر ان المطش بكرة سهل ابدا فريق لسه صاعد ولكن عنده مدير فني طموح جدا وعنده مجموعة لعابين خبرة مع شباب عاملين فرقة كويسة جدا بتكسب وبتتغلب بس بتتعدلش مبارات فاركو فريق فاركو بيكسب وبتغلب بس بمتعدلش قدر انه يفوز على واحد من الاكبر الاندية المصرية نادي الزمالك في كاسر ربط يعني فريق عنده نزعة هجومية وجرء اشتركوا في القناة